سلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء غائمة جزئيا على الواجهة الغربية والوسطى لكن سحب أكثر كثفة على المناطق الشرقية احتمال لبعض الأمطار على السواحل على شكل زخات رعدية على المرتفعات والهذاب أجواء رعدية كذلك مع بعض الأمطار المتفرقة من أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الشرقي مع زواب عملية ستنشط على كل من مرتفعات الهجار والتاسلية حتى على السحراء الوسطى خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد أربع درجات فقط على تيارة تحدش من درجة العاصمة تصل لغاية العشرين درجة على السحراء الوسطى ترتفع لغاية 26 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرقس وفي استقرار فصلية تطارح ما بين الساعتاش لغاية 22 درجة على الوجهة الشمالية مقاييس ما بين 26 إلى 28 درجة على الشمالي الصحراء لكن مقاييس ما بين 29 إلى 34 درجة من مرتفعات الهجار والتاسلية نحو مناطق السحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي ترتفع لغاية 29 درجة كعلى مقياس على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد بحر قليل اتراب إلى مطر محلياً تقريباً على كافة السواحيل رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقاً تصلية 40 كم في الساعة ثلوج خلال يوم الغد على موسكو مع درجة واحدة دون الصفر بينما أجواء غائمة على كييف مع ثلث درجات فوق الصفر أجواء مشمسة على أسطنبول وباريس درجة الحارة ترتفع لغاية 21 درجة على باريس أجواء مغشات على لندن كذلك لشبونة مع 23 درجة على لشبونة ترتفع لغاية 22 درجة وهذا على روما وقت شرق شمس لصباحة الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام ساديسة 40 دقيقة أشكركم على المتابعة في أمان الله